في موضوع آخر بدأ الإسرائيليون صباح اليوم في التوجه إلى صندوق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الخامسة في أقل من أربع سنوات والتي ينافس فيها أربعون حزبا مختلفا لاختيار أعضاء الكنسة الخامس والعشرين وأدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهي ولايته يائر لبيد بصوته في الانتخابات التشريعية داعيا الناخبين الإسرائيليين إلى التصويت ويبلغ عدد أصحاب حق التصويت أكثر من 6 ملايين و700 ألف شخص منهم مليون وأربعة وخمسون ألف ناخب من العرب